دعت من فترة قصيرة خمسون مؤسسة حكيمة ونقابة طبية فرنسية إلى توسيع التحصين ضد فيروس الـ HPV وحثت بشدة على أن يصبح اللقاح الواقع منه شاملا ومجانا يشمل كافة صبيان وفتيات العالم مع أن فيروس الـ HPV ينتمي إلى الفيروسات المنتقلة عبر العلاقات الجنسية ونتعرض لخطر التقاطه منذ فترة المراهقة الأولى ومنذ بداية النشاط الجنسي غير الآمن لا زال تلقيح الصبيان والفتيات به خجولا ومتواضعا الدكتورة الاختصاصية في طب النسائية والتوليد باسمة جمال الدين أثبتت منظم الدفع العالمية وجود حوالي نصف مليون إصابة في عام 2012 من سرطانات عنق الرحم والسبب في 99% هو فيروس الـ HPV أو ما يسمى بلغة العربية فيروس الورم الحليمي البشري من هنا تكمن أهمية التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري هو الفيروس حوالي 150 نوع لكن أنواع منه تكون منخفضة الخطورة وأنواع أخرى عالية الخطورة يسمونه النوع 16 و 18 لذلك لدينا نوعين من اللقاح اللقاح يغطي الـ 16 و 18 وفيه نوع ثاني يغطي أربع أنواع وحاليا لدينا لقاح يغطي تسع أنواع فنحن نبدأ عادة باللقاح بالفترة العمرية بين 9 و 13 سنة اللقاح حبارة عن جرعتين بتنعطى بفاصل 6 أشهر لأعمارهم أقل من 15 سنة ولكن اللقاح ممكن ينعطى لكل الأعمار العمر الخمسي لا تعتبر فرنسا قدوة يحتذى بنهجها في أوروبا لأن التحصين ضد فيروس الورم الحليمي البشري لا يطال إلا 20% من شريحة السكان الفرنسيين فيما يطالب البرنامج الوطني لمكافحة السرطان بوصول لقاح الـ HPV إلى 60% من الشعب الفرنسي الشاب الدكتورة باسمة جمال الدين رسالتي لكل الأهل أنه يوعوا أبناؤهم وبناتهم بموضوع لقاح الـ HPV هو موضوع أن الـ HPV ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية وأنه نحن هنفتح مجال الإباحي لأطفالنا في سن المراهقة لا الـ HPV مسؤول ليس فقط عن سرطانات المطقة التناسلية عند الزكور والإناس وإنما أيضا مسؤول عن سرطان الحبال السودية وسرطان الحنجرة أحيانا ممكن المرأة تكون مصاببة في سأليل التناسلية وأثناء الولادة ممكن أن تمرر الفيروس الـ HPV إلى وليدها في العموم تلتقط 80% من النساء فيروسات الـ HPV خلال الحياة ولذا يطلب من النساء إجراء الفحص الكشفي الدوري عبر المسحة المهبلية بابسمير هذا الفحص بالإضافة إلى اللقاح المحصن ضد الـ HPV هما وسيلة فعالة للوقاية من التهابات عنق الرحم التي حينما تترك على حالها دون علاج أو دون اكتشاف تتطور إلى سرطان في عنق الرحم ترجمة نانسي قنقر